اه مصرفي رعليكم اليوم رح نعملوا لازانيا اه الرائعة ولديدة جدا نشوفوا مع بعضنا طريقة التحضير وطريقة والمقادير اللي تدخل في هذه الوصفة اه نشوفوا هنا لازمنا اول حاجة التوم اللي تحتاجوا الرند كين بصل كين تماطم مرحية اللي درتلكم على هالفيديو تماطم مصبرة فلفل اسود فلفل احمر حار وشوية شوية تاع القرفة نحطوا هنا اه لحم مفروم تعنا اللي يدخل في الوصفة نقليوه مع شوية تاع الزيت نزيدوه اه شوية تاع الثوم ربع فصوصو لخمسة نقليوهم كيف كيف مع بضاهم مع الحم نحكم هنا فرشيطة وادو ممكن اللي يجيو دي بول هكدا نمعسهم بالفرشيطة باش لازم تطيب لنا اللحم تاعنا تتقلن مليح هنه نزيد البصل تقريبا اه بسطة صغار هكدا هكدا نزيد شوية تاع الملح فلفل احمر حار شوية تاع القرفة وشوية تاع الفلفل اسود ونقليو هادو ككل مع بعضاهم نزيدو لهم اه مغرفة تاع طماطم او الزوم غير فتاع طماطم مصبرة لازم تكون قليوها شوية طماطم مصبرة لازم دي منقليوها ونحطوا هادي الكيلة هادي تاع الطماطم وتقريبا واحد لخمسة كعبات اه طماطم مرحيين ونقلي شوية مع بعضا هنه نحط الماء نقلي كيما قلنا لازم اعطيب وننقص النار ونخليها الطيب بعقلها نحطو هنا اه زوز ورقة تاع الرند نسيت نقول لكم عليها مقبل هنا جيو نعملو بشاميل هنا نحطو نص لترى ما اربوع كاستا كريم فريش نزيد اه نص كاستا الماء ونزيد مغرفة نص تاع الزبدة وزوز مغرفة كبار تاع الفارينا نضربهم في الخلاط مليح وبعد نحطهم في كسرونة ونحطو مع النار او شغور راح نديرو كريمة ولا اه كيما نقولو محلبي هنا كيما قلنا نحطوها هادي بجهة على النار قليلة هنا نطيب البشاميل تاعنا نحرك هنبقى نحرك فيها حتى نطيب لي كيما قلنا هنا لا سوس تاعنا والسيتة الحم لازم نخليو فيها شوية تاع الماء لانه اللازانية تاعنا مش راح نطيبوها راح نحطوها خضرة هنا حطينا في البشاميل الملح نحطو الفلفل اسود ونحرك ونبقاوها كدك حتى نتعقدنا البشاميل داعنا هادي الطريقة رائعة جدا يعني وجيكم بشاميل سائلة تقدرو تعملوا بها الوصفات ويعني وجيكم طاومتها رائع يعني كما البشاميل جاهزة نحضروا هنا عندنا لازانيا تاعنا تكون رقيقها هنا عندنا الفرمج رابي بشاميل ولصص تاعنا هنا نحطوه البشاميل هو اللول لازانيا كيما نقولو اه تبقوا الكارتونا وش مكتوفها اذا يقولوك تطبخها تطبخي اذا يقولوك لا ما تطبخش هطها خضرة ولا تكون هادي رقيق اخلا هنا نحطوه البشاميل ونحطوه اللازانيا من فوق نصدفوها هنا نقصو يعني اذا كان عندنا اه فراغات نعبيهم نورما نقصو اللازانيا تعنا ونحطوه في الفراغات هذيكا نزيدو لصص تاع الحم كيما قلت لكم يجي شوية فيها اه لصص يعني فيه الماء ما يجيش ناشف باش اه طيب لكم اللازانيا تعكم انا نحطو الفرمج رابي فرمج رابي كيما تحبوه المزاري لاولاش يدر ولكن المهم الفرمج اللي تحبوه انا نزيدو شوية هكذا تعلال بشاميل ما نكطره شو اللي يحبو يكطروا بشاميل يكطروا نزيدو الطبقة دانية نزيدو هنا بشاميل بشاميل كتعد هي الطبقة لا تجيكم ترية اللازانيا تعكم كي طيب هنا زيت حطي تفوق هلا السوس كيما هكذا ونعدلوها الدفل فرمج رابي كيف كيف ونزيدو الطبقة اه الرابعة هناك كيف كيف نكرر العملية حتى نفضلي الشيتيعي هنا كيما قلنا حطينا اللازانيا تعنا نفس الطريقة نكملو هدي الطبقة الاخيرة احنا نغلفها بالبشاميل كاملة هنا تكطروا مجناب لاني انا ما كطرتش مجناب جيت انضيغينا شفا شوية مجناب انتو مكتروا بشاميل في الجناب وهنا نحطوا الفرمج رابي وبقالي شوية ملاصوس هدي كي طيب شوية نزيدو على الجناب هنا نغطيها بالبابية اللي من يوم وندخلها الفور تقريبا واحد الساعة اقل من ساعة بخمس تقايق مثلا طابط لي اه خرجتها حطيت لاصوس هديك عجوانب كيما قلت لكم اللي بقالي هكدا عجوانب بلقيتهم شوية نشفين نشفو اه اه اذا بعد ما طابط ما نحطوهاش في اللول باش ما ييبسوش ونقصها كيما هكدا كيما قلنا ادخلوا الموش تلقوها طابط يعني طريقة يعني باينة كيف هده اي هنا كيفاه لزانيا دعنا وجدد طبق رائع جدا ولديد جدا يعني جربوه ان شاء الله متندموش بنا رائعة من الحم مفروم هكدا مع الجبن مع البشامال يعني يعطاها بنا رائعة ويجيكم جس جس يعني حتى البشامال بهذه الطريقة يجيكم رائع جدا ان شاء الله تعجبكم الوصفة والى اللقاء في وصفة اخرى بحول الله